السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك في تغطية الجولة الخمسة والستة هجيب لك النتائج الإيجابية فقط وبعد انتهاء تغطية الجولتين هقول لك مين الأول والتاني والثالث يعني هسيب لك ورقة كده فيها الترتيب وبس أنا عارف أن أنت متابع معايا هذه البطولة من البداية متشوق لمعرفة ما هو قادم فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش يلا بينا في اليوم الخامس كتبت على صفحتي على فيسبوك أن أنا متوقع أن أنيش جيري يكسب ماجنس كارلسون علشانه بيلعب حلو جدا ضد الكتلان لكن دعونا لننسى أن هذا هو ماجنس كارلسون وأن الكتلان صعب جدا أساسا تاخد عليه تفوق بسهولة بدون حرق للنتيجة تعالوا نشوف إيه اللي حصل بدأ وزير على فكرة أنا مش هتأخلك في تفاصيل عميقة في المباريات لكن هفهمك كل نقلة لعبة ليه وإزاي ماجنس يلعب بالأبيض دي فور نايت اف سيكس سي فور اي سيكس صاحبنا ده بعيد شوية نجيبه كده لحسن الصوت يبقى طيب يا شكرا نايت اف ثري دي فايف الكوينز جامبت حتى الآن دي كلاين دي يعني ما قبلش البيدأ جي ثري ماجنس كارلسون مايلعبش أكتر نقلة تتلعب ألا وهي نايت سي ثري اللي بتدعو للرجوزن والحاجات بقى الستاندرد لكنه لعب هنا جي ثري تاني أكتر نقلة ملعوبة على الداتابيز وبتفتح للفيل هذا ما يعرف بالكتلان الكتلان هو إنك تفنكت الفيل الأبيض وتلعب البدائين دول في الوسط الفرق بينه وبين الانجليش ببساطة كده إن البدأ ده بيكون في واحد أو في اتنين ما بيتلعبش دي فور في الانجليش بيشب بيشب تبييت تبييت وهنا قبل البيدأ هذا ما يعرف بالأوبن كتلان الكتلان المفتوح نايت سي ثري مش النقلة الأكثر شيوعا هنا لو عاوش ترجع بدأك بتستخدم كوين سي تو أو كوين اي فور أو نايت اي ثري فتدعوه إلى أن ينتش ويعوج لك البادئ بس أخذت منه الفيل القوي وتتركه بهذا الفيل السيء والبيدأ ممكن يرجع أو فيه تعويض جيد بعد نايت اي ثري ملعوبة من قبل كثيرا بالنسبة مكسب 37% أيضا نايت هنا بتتلعب عايزة رجع البيدأ وبتلعب عليها نايت سي سيكس وفيلم طويل تاكل بالفيل ياكل بالبيدأ تاكل بالحصان كوين ياكل ياكل وبعدين كوين هنا بيبقى طالب فيلم طويل برضو لكن نايت سي ثري ليست الأكثر شيوعا نايت سي ثري النقلة رقم خمسة وتلعبت على الديتابيز 159 مرة بس نايت سي سي سيكس مباشرة يعني عامل ضغط قوي على هذا البيدأ بيحضر يمكن لإي فايف في الوقت المناسب عشان يفتح للفيل اوكي اي فور بدأين في الوسط والآن اي سيكس عاوز يلعب بي فايف يدعم البيدأ بتاعه اي تش فور لعبت هنا وما جنس لعبها بعد دقيقة تقريبا او نص دقيقة رجل شكله عارف بيعمل ايه وعليها لعبة اي تش سيكس ممنوع تقفز بالحصان او بالفيل اي تش سيكس دايما النقلة مهمة في اللينات دي بالاسود علشان بتمنع التاكتكس اللي تتلعب بالحصان او بالفيل يعني ساعات يدفعوا البيدأ الحصان يمشي الحصان ينط مع الوزير يبقى عايز مات وعايز الفيل فتح افلام كده طويلة وعريضة اوكي كوين اي تو لعبت هات البيدأ بي فايف تم حماية البيدأ يبدو لو بنتكلم على الماتيريال بس ان الاسود مع بيدأ زيادة واستطاع ان يحميه لكن لسه ما خدش اللعب اللي نفسه فيه لسه الفيل ده مش منتشر بشكل جيد القطع ما خدتش الفول بوتينشل يعني ما خدتش الامكانيات بتاعتها الكاملة روك ها هنا عاوز يلعب يا اي فايف يا دي فايف نقلة تبكال في الكتلان بيشب بي سفن والان بيشب اف فور روك اي ايت الرخ يمكن تفتح طريق للفيل كمان في ويش الوزير لو حاولت لعب دي فايف باك والباك والدايمن الرخ مكان كويس في ويش الوزير نايت دي فايف بعد اي فايف نايت دي فايف الانجين مش مدي النقلة دي مباشرة لكنه مدي انك تدفع البيدأ هنا ولو دفعت بهذا الشكل دلوقتي دي فايف جامدة طبعا لو اكلت باكل بتمبو على الوزير واخد قطعة تانية دي حاجة مفروغ منها لكن ممكن في بدأ تاكل بالحصول على عب بيشب دي سيكس والشكل صفار على الانجين اوكي لكن ما حدث في المباراة كان اي فايف من ماجنس لان في دماغه خطة تانية كوين اي 2 اكذا بتضغط على السي فور لكن ايضا بتحضر وبالك هنا الاكلة بالوزير ايضا موجودة ما هيش بلندر يعني ولا حاجة ولو تلعب عليها نايت اي 1 كوين دي سيفن والشكل مقبول تمانية من عشرة سبعة من عشرة للابيض لكن الافضل انك تاكل بالبداي زي ما حصل ودا بيسمح باي سيكس ودا بيقفل وطر الفيل لكنه في اخر المطاف انت لسه معك بيدق زيادة اي نعم هذا البيدق راكب مع البيدق ده يعني على نفس الفايل لكن لو قدرت في افضل الظروف انك تدفع هذا البيدق وتضرب بالوسط فياكل يبقى عندك بيدق يا لا هو يجد عائدة ده لو حصل ده فعلا الاسود هيكسب الماجنس هيسمح بيداته تعالوا نشوف الانجين مدي 7 من 10 للاسود في هذا الشكل روك اف ايت لعبت ضاعت تفوق الانجين كان بيقول اف بي سيكس وبعد ايتش فايف عاوز يلعب الحاجات دي بيشيب دي سيكس نايت ايتش فور بيشيب تيكس بون تيكس والان اف فايف وتحاول تضغط على البيدق ده بكوين دي سيكس نايت باك بيشيب باك وتحاول توقع البيدق نايت تيكس مثلا عليها كوين اف سيكس كوين جي فور والان الرخ الاخيرة تيجي في المباراة روك يحمي البيدق بزيادة والان بيشيب سي ايت تفوق واحد للاسود في هذا الشكل بصراحة الامر ليس سهلا على الاطلاق ولكن هو يبدو سهلا الان لان انت شفته لكن لا يبدو سهلا واحنا في النقلة رقم 15 لسه 35 نقلة لانيش جيري عشان يبدأ يزدل وقت في الساعة وحرق بالفعل ساعة وتلت معادش عنده غير 40 دي ايلعب فيهم 25 نقلة بينما ماجنس معه ساعة وربعة الوقت مهم جدا هنا فلعب على الرايق جدا روك F8 بحيث تاكل آكل ومازال معايا البيدق الزيادة على الجناح A4 على طول عاوز ياكل ياكل يخلي البيادق مش مفرودة اتلعب هنا بيدق في بيدق ودي خلت الشكل صفار تماما الانجين برضو بيقول يتدفع البيدق بهذا الشكل وبعد الرخ ما تيجي تلعب كوين سي 8 ولما يلعب حاجة زي كده تلعب F5 دلوقتي وتحاول برضو تعمل الحصان يرجع والرخ وتضغط على البيدق يتلعب بدل بيدق في بيدق دي بيدق في بيدق هنا ودي بصراحة Anti-Positional Move شكلها غريب وبعد ما ياكل تلعب B6 وبعد ما ياكل تاكل وبعد ما ياكل تاكل شكل برضو صفار يعني المهم بيدق في بيدق لعباتي تحس كده ان التفوقات اللي على الانجين اللي هم اديها 6 من 10 و 7 من 10 لما بيقعد يمشي شوية في النقل بيرجع للشكل اللي صفار مفيش حاجة واضحة او خطة واضحة لترجمة التفوق بشكل واضح بيدق في بيدق بيدق في بيدق اكل وهنا اكل بالفيل ليحافظ على وجود الوزير مع الفيل ومع البيدق ومع الحصان قريب الاكلة بالوزير ايضا جيدة لكنها كده تحس انها حطت الوزير في مكان بعيد المهم اكل بالفيل اكل بهذا الشكل طلع 9E5 والان 26 تعالى انكسر انا دلوقتي اكن معايا بيدق زيادة لكن مش مهتم ابدا بالبيدق دلوقتي انا مهتم ان اجيب 40 نقلة قبل ما وقت يخلص قبل ما اخسر بالوقت عنديش منع نلعب نقلات اوتوماتيكية تضيع من التفوق مش مشكلة بس يبقى الشكل صفار وحاول ان انا مخسرش بالوقت انا معايا نص ساعة احنا في النقلة رقم 20 لسه 20 نقلة انا لعبت 20 نقلة في ساعة ونص محتاجة لعب 20 نقلة في نص كوينجي فور تعايب نمبسط الموقف تعايب نمبسط ما ببسطش هات البيدق عاسبي الله ونعمل وكيل فيك خد البيدق هات البيدق اخر البيدق ده كان عنده ياكل ده اه كان عنده ياكل ده لكنه اختار ده ليه لان ده لو الدفع يمكن يعمل بيدق سلك محتمل فليه فلدينا ناكل البيدق ده والبيدق ان دول ركبين ويمكن البيدق ده ضعيف وفحضني يعني ماجنس كمان ممكن يكون نفسه يلعب على مكسب بيشيب تيكس بون تيكس كوين F5 ضغطا على ال F2 كوين سي 5 حاميا ال F2 ضغط على البيدق ده بيقول له ادفع البيدق اعمل شوية اضعافات على فكرة كان ممكن يتدفع البيدق عادي بملعوبة يعني والشكل صفار سقط البيدق عد البادق 1 2 3 4 5 اصدر بعه يا الهي الابيض مع بيدق زيادة هذا الذي دفع صاحبنا ان يستعيد البيدق الان ويترك بيدق اخر بيشيب تيكس روك تيكس روك تيكس فعلا الابيض منتهي في هذا الشكل مع بيدق كامل زيادة لكن القطع التقيلة والبيدق الكامل على جناح الملك قريب من الملك لو احنا كسرنا وزراء مثلا وتركنا الارخاخ يستطيع الاسود ان يتعادل البيدق ما بيترجمش بسهولة اطلاقا في هذه الاشكال الوزير يرجع بكيش صاحبنا اطلع وبعد نضغط على البيدق اضطر ان يغلق الطريق بهذا الشكل جدير بالذكر انه من الصعب جدا حماية البيدق دي الحماية الوحيدة او تدفعه بس الدفع هتعمل اضعفات فقال لك لا يا عم احنا نعيب جدان يا ما فيش مشكلة واسمح له يقعد يديني كشات وتعادل جدير بالذكر انه لو جا كده هتدي له واحدة كده هيرجع تاني هتدي له واحدة كده الشكل ده تعادل يا اخوانا زعلت زعلت ان انا قلت لك ان كل الانتاج ايجابية بس جبت لك المطش ده المطش ده مطش قوي ومطش مهم وماجنس كان ممكن يخسر لو ما كانش يلاعب بدقة فهو من المطشط المهمة تتعرض لكن اوعدك ان ما فيش ولا مطش جاي هيبقى تعادل خلاص لعبه ارماجدون او هرماجدون او حسم تعادل ماجنس استطاع ان يفوز في نفس اليوم هكارو ناكامورا لاعب اريان تاري بتقييم 2600 وشوية اتمنى افتكي احطلك وانا بعمل منتاج الفيديو بتاع ناكامورا وهو بيقول ان اللعيبة الالفين خمسمية وخمسين والالفين ستمية دول بيعملوا وبعد في الانترفيو بتاع كاروانا بيسألوا يعني ايه سكيتشي موف يعني اصده ايه قالوا ما اعرفش والله يمكن يقصد ان هما بيعملوا يعني شوية اخطاء يقدر يستغل لها واحد في مستوى ناكامورا يقدر يقول كده على الالفين ستمية لان هو وبعناء فكرة انا بحس كده بقى علية القوم اللي هما الالفين سبعمائة و 세بعمائة و خمسين دول بيقعدوا يصنفوا اللعيبة ممكن بالعشرين بنت يعني يقولك مثلا ده تقييمه الافين ستمية وسبعين ده عمره ما جاب الفين ستمية و تسعين يعني هو شايف ان العشرين بنت و دول ده ليفل تاني وبعناء يبدو يقولك مثلا الالفين سبعمائة حاجة وارفين سبعمائة و خمسين ده حاجة تانية يعني خمسين بونتو دول ده ليفل تاني خاء وفعلا عنده حق ما هو لو ما عندوش حق هيبقى الالفين تومين مية وستين او خمسين عادي هم شبه بعض لكن لا ده كل ما علينا كل ما كانت النقطة غالية اوي في التقييم اوكي ناكا مورا يلعب بالقطع البيضاء بيدا مالك بيدا مالك بيشب اوبنينج افتتاح الفيل هات البيدق حامى البيدق بصر الاشكال دي المفروض لا تعطي اي تفوق للابيض الشكل خلاص بأصفار الفيل طلع بأرياحية هتفتحه للفيل التاني بأرياحية الحسان هيطلق ما عندوش مشاكل في الانتشار نايت سي تري سي 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 كمان عاوز ياخد الدي فايف في وشه ان امكن منع القفازات دي لو انت ربطني بيشب بي ثري دي سيكس ايضا دي فايف تم استخدامها مايش وحشة لكن مشكلتها ان بيدق في بيدق في بيدق وبيشب دي فايف ضغط جامد قوي على بيدق دي فايف دي سيكس ايتش ثري ممنوع تنتشر على وزيري تبييت نايت اف ثري اي فايف مهاجمة لهذا الفيل تبييت على اي حال ما عندوش منع لسه الحسان والفيل حمين المربع نايت بي دي سافن والان اي ثري فتح نفس للفيل بي فايف بيشب اي تو خب الفيل تماما يمكن يدفع البيدق ده في اللحظة المناسبة اي فور كتم عليه اي فرصة ان يدفع هذا البيدق عشان هيكل مرور نايت ايتش فور ذاهبا الى هذا المربع واقف الفيديو وفكر ليه نايت تيكس مش حلوة بس بلاش دلوقتي خلينا في اللي بعدها بعد ما سحب الفيل او حتى هنا يعني ده سؤال وده سؤال بس يعني ممكن تجاوب على نفس السؤال في الموقفين ليه نايت تيكس هنا مش حلوة يعني نايت تيكس هنا دلوقتي عشان عايز القطعة هل هي حلوة لا عشان باكل عادي جدا ولو انت كلت فأنا بالعب بيشب جي فايف حابس الوزير ايضا هتيجي كمان شوية يعني بعد بيشب ما تسحب كوين اف ثري خلاص معتش ينفع بقى نايت تيكس ام نايت سي فايف اعتقد معتش ينفع نايت تيكس يعني نايت تيكس هنا كوين تيكس ام عليها نايت سي فايف وبعد ما الوزير يتحرك بيقدر يرجع قطعته اه في تفوق شوية للابيض اه عشان كوين تيكس سي سيكس لكنها مش افضل حاجة الافضل في هذا الشكل ايضا لو دا حصل ان تأكل بالحصان عادي جدا واول ما صاحبنا ينتش هنا بيشب جي فايف برضو تحبس الوزير نرجع للمرش كوين اف ثري عشان يدعم ان الحصان ما يجي هنا يأكل مثلا بالوزير نايت سي فايف والان نايت اف فايف اكل اكل روك اي ايت بيشب دي تو بيكمل انتشار عايز يكون نايت الروكس او يخلي الارخاخ متصلة ببعضها نايت اي سيكس رايح هنا او رايح هنا فلعب نايت اي تو عشان يرائب الحصان دي فايف لعبت الاسويت بخير جدا اريان تاري يلعب مباراة ممتازة بدأ في بيدأ لعبت والان اكل بالحصان وقف الفيديو وفكر ليه البيدأ دا مش بيتاخد اعتبر ان انت وقفت ورجعت لو البيدأ دا اتاخد يا اخوانا فنايت هنا او هنا قوية جدا علشان الحصان دا بيروح والوزير مطلوب ولذلك الرخ جاتت زحلقت تحمي الحصان كوين دي سيكس حمل بيدأ الان كوين جي فور وعايز اقولك ان المطش مشي ما فيهوش مشكلة خالص هنا اف سيكس احسن نقلة لكن لم يتم اختيارها الرخ مشيت والفيل رجع تاني كوين جي سيكس تعالى نكسر انا حاس ان انا وضعي ممتاز في تريهات لو سمحت الحصان نايت تيكس الاول هات الفيل وهات الوزير وهات الرخ فلازم يأكل نايت بي ثري الشكل ما زال ما فيهوش اي مشكلة الشكل خالص نايت اي فور تم التكسير دا اللي كان نفسه فيه والان اريان تاري مع 18 دقيقة يعمل حاجة في منتهى العجب يلعب سي فور بصوا على بر التقييم سي فايف اسف مش سي فور اكل على فيله فانكامورة بمنتهى الدقة وكأنه جراح يأكل يأكل ليه؟ الفيل برضو مش وحش يعني يأكل علشان لما تاكل بالبيدأ يتم اغلاق اي ضغط امامي من الرخ دي على البدأ بتاع البيتو وبالتالي سي فور دلوقتي ينفع تتلعب سي فور لما تتلعب الفيل يزداد سوءا لان خلاص مش هيتفتح الفيل ولو بما يلف بكده يلاقي بيدأ تاني فهو خلاص اخد عليه تفوق موقفي ان الفيل بقى جامد ان الحصان بقى جامد والفيل بقى سيء قبل بس مجري في الحتة دي هو كان ايه احسن من ان انا ادفع البيدأ تلعب الرخ دي هنا واضغط على البيدأ خد بالك ما ينفعش تتزحلق تحمي علشان الفيل حياكل ما الفيل جيد بقى فدي فايف تتلعب او دي فور تتلعب والان كينج اف ايت ونمطش يكمل اصفار لكن خلينا نشوف اللي حصل في المباراة سي فور لعبت هات البيدأ خلاص الفيل اتقفل معادش فيه ضغط على اي ثري روك دي سيبن بيكمل ضغط على البيدأ او بيجوز على البيدأ اتش فايف عشان لما تاكل يطرد الحصان من الوسط نايت باك تي سي ثري هات البيدأ دفي على البيدأ طبعا لو اكلت اكلتي يبقى انت شغلت الفيل تاني يبقى انت بتهرج فصاحبنا قفز بهذا الشكل هات لو سمحت الفيل اف فور لعبت معرفش اف فور لعبت ليه الحقيقة يعني هنا الانجن بيقول كل بيدأ في بيدأ ولو اكل بالحصان يبقى هو مش بعيني عن الفيل لو اكل بالبيدأ البيدأ ده يمكن يبقى سلك يعمل مشاكل لكنه دفع البيدأ ده فعلى طول صاحبنا اكل هنا وبعدين اكل وبعدين لو اكل فانت هتلعب نايت تيكس روك تيكس وبعدين بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ وتدفع البيدأ البيدأ دي خطيرة جدا لكن ما حدث في المباراة انه بعد ما اكل بيدأ في بيدأ وخلاص شاف السيكوينس شاف انه حياكل فلما ياكل يقوم كاسر ياكل وبعد يقوم مكسر ويبقى عنده بدائين مجرمين فقالك لا يا عم ما تكسرش فصاحبنا اكل دلوقتي على اي حال اكل بكيش مشي اكل تاني دفي على البيدأ البيدأين برضو اتخدو وجوز روك دي ثري جدير بالذكر ان البيدأ ده مش بيتاخد ابدا علشان باجوز والفيل هيروح ضغط على البيدأ التاني حمل بيدأ روك دي فايف بفكرة ان انا عايز اكل دلوقتي على حس الربط او لو اكلت يبقى عوقت البيدأ فقاله يا عم دفعت البيدأ سي فايف تفوق خمسة روك دي فايف نايت دي سيكس هات لو سمحت اتزحلق قاله على فكرة ده كلام فاضي انا حاكل ولما انت تاكل انا هتفع البيدأ بعد الكيش او حتى هتفع البيدأ على طول ولو انت ركبت البيدأ بهذا الشكل او بهذا الشكل بديك يا شوارقي ويفوز ناكامورا بصراحة يعني واضح ان ناكامورا اجمد بكثير من التخيلات ان احنا بنحطها هو دايما انت مش شايفه علشان لما بيلعب كاروانا او بيلعب ماجنس فهم دايما في الليفل بتاعه بيعافش ياخد علم تفوقات في الكلاسيك فضيعة لكن نتائجه مع ال 2600 والخمسمية والكلام ده لأ فضيعة ما تفهمش فيه ايه يعني تحس انه هو وثق من نفسه جدا وعارف هو بيعمل ايه لراجل نقول له عنهم تصريحات لاذعة يعني انك تتكلم على 2600 تقول له ده ناقلاته ومعافش سكيتشي دي اصلا الاجانب ما فهموهاش يعني ايه سكيتشي يعني الراجل بيقول له في الانترفيو انت بتقول عني سكيتشي يعني ايه يعني اصده ايه قال له والله انا مش عارف يعني I don't know I think he means they make certain mistakes وبالتالي هو بيعرف يستغل المستيكس دي بسهولة واي حد في level او في اي حد في level nakamura ممكن يتكلم على 2600 ويقول هذا الكلام اوكي ماشي في نفس اليوم كاروانا قابل مامد ياروب ودخلوا في line عنيف لازم تكونوا عارف انت بتعمل ايه كاروانا لعب القطع البيضاء سيفور يا الهي يا الهي سيفور اي فايف نايت نايت هات البيضاء حما البيضاء جدير بالذكر ان دفعت البيضاء مش حلوة عشان نايت والبيضاء ده ممكن يسقط بسهولة فطلع قطعة تحمي بيها افضل بكثير والان اي فور اول نقلة على الانجين اي فور ما هذا الثقب ما هذا الوتر قال لك اه ماهو احنا ما بنسيبش الحاجات دي ببلاش ومال بتسيبها بايه قال لك عشان عندي نايت تيكس وبعد ما ياكل ادفع وارجع القطعة بتاعت عشان ده هيخطر على بالك جدير بالذكر ان في الفي بيدق مش حلو يعني في الفي بيدق الاول وبعدين تاكل وبعدين ترجع قطعتك هتخنين اخد دي فور في وشك وبعدين تقوم ماشي كده اوم راجع كده ودفع البيدق واخد بالك ده وضع مش حلو اصلا دي بيهاد ده ادفع البيدق ده واخد ده تفوق اربعة يا مؤمن للابيض المهم نايت تيكس نايت تيكس دي فور ربطوا اكل اكل يا الهي في ضغط هنا بصوا على وقت اللاعبين محدش فكر ليه لان ده نظرية عارفين هم الكلام ده كوين اف ثري والان دي فاين لو اكلت بيدق في بيدق يا عزيزي فكوين تيكس قوية اوي تفوق واحد للاسود او واحد ونص لانه حياكل وعاوز يكسر وزراء فلو انت اكلت مثلا بارجع اكل بكيش باخسرت حتى لو لو اكلت اكلت بالبيدق باكل وزير في وزير الاول وبعد كده لما تاكل اكل بكيش واخد رخ لا فيه تاكتكال بروبلمز ولذلك الاكل دي بيدق في بيدق وحشة بيشب اي تو عادي جدا بمنتهى الهدوء والان دي فور ايه ده انت ربطني اه ربطك بس اشطى يعني باخد قطعة وانت بتاخد قطعة وانا بسيب الدنيا وبيت علشان ما تاكلش بكيش علي ولما بتاكل لو انت كلت مثلا فانا باكل والفيل ماشي عالوطر فتم التبييد دفع البيدق قال له بدا من انت دفعت البيدق وحرقت التيمبو ده اسمح لي اكل بيدق في بيدق اكل بالفيل والان الفيل يعود بصراحة الابيض مش احسن حاجة في شكل البيادق يعني البيادق دي مش احتن حاجة لكن البيادق دي في الميدل جيم اللي هو احنا فيه دلوقتي تعطي افكار ديناميكية جيدة للابيض لو دخلنا اند لو دخلنا نهايات بالبيادق دي يمكن تبقى ضعيفة لكن في الميدل ممكن تجيب افكار جيدة لان فيه فايلات مفتوحة وفيه ضغطه وفيه لعب بيشيب دي ثري هاتمات جي سيكس مفيش الكلام ده والان نقلة جميلة من كاروانا بصراحة كاروانا من النادر تلاقي له نقلة انتظارية كده او نقلة اللي هو انا مش عارف اعمل ايه ملعب النقلة دي عمري ما حسيت كده في كاروانا بالذات دايما نلاقي النقلات وتفسير وتفسير قوي ممكن في الاول ما بقاش فهمها لكن هذا لا يعني انها ليس لها تفسير هي لها تفسير بس يمكن محتاج مني مجهود ان انا زاكر اكتر ان انا اقعد مع الانجين بشكل اعمق عشان افهم النقلة لكن في الاخر لازم النقلة يكون لها تفسير وبيعبش نقلة كده اعتباطا ابدا ام ام روك اف يا رب تفهموني صحة على انا قلته ده خايف الناس تقولي ان انا يعني خايف حد يقوم ايه لدلوقتي ان ما اي نقلة الفين سبعوميات بيلعبوها لها ايوة صحيح بس الستايل بتاعه دايما بدل ملعب ويتنج موف او نقلة انتظاري لا العب نقلة لها معنى نقلة اكتف نقلة نشيطة يا رب الكلام كده يبقى واضح اكتر يعني اوكي روك اف اي وان اه مهم او اقولك ان انت لو كدت كالت كده مثلا بتخسر عشان كوين دي فور هات وهات اه اه برضو عشان ما يجيش في بالك ان هات وهات ايه ما الفيل متعلق وممكن يعمل كده فانت تاكل هنا فياكل هنا ومبياكلش هنا وبياكل ده بكيش وبعنيه رب الفيل او يحميه المهم كوين اي سيفن والان الرخ جات وبعدين دفي عالبيدق كوين اف فور عاوي زيبي كوين اف فور يا صديقي متاكل اه مشكلة كبيرة بيشب وبعدين تمشي ودخل انا هنا وابديك متات لا حول ولا ولا قوة الا بالله اف سيكس نقلة مهمة لازم يقفل الوطر والان بيشب اي فور ممكن يعيز يعمل الحاجات دي روك اي سيكس روك اي دي وان روك دي سيكس تيكس تيكس وهنا كوين ايش فور سي سيكس لعبت تلعب ايه لو كنت مكان الابيض في هذا الشكل اللي ملعبهوش كروانا هنا بقى ما انا قلتلك ان احنا لسه في ميدل وان مهم جدا موضوع ان انت تلعب نقلات ديناميكية تي فايف على الهواء بوزيشنال بون ساكريفايس طب هي تبيدأ موقفية لو اكلت بيشب باكت بي وان والوطر مفتوح لحد اخر المباراة يعني مثلا لو اكلت البيدأ او ام ربطك مثلا كده واخد بالك الانجين مدي احسن نقل هنا ان تأكل وتتركني اأكل والشكل صفار نتيجة ان فيه بيادئ وان السود هيتبقى معامتي ياسفلين وكده اوكي لكن مفروض ما تبقاش صعبة على واحد زي يعني بس لو ماجنس هيلعبها ماجنس مشهور اوي بتضحيات البادئ الموقفية اللي بلعبها ولقب هنا بيشب دي ثري سحب الفيل عشان يعني ايه يضغط يحمي البيدأ فصاحبنا الناتش البيدأ التاني اكل اكل والان كوين جي ثري الوزير ده متعلق خلي بالك اه يعني مثلا بعد روك اي ايت بيشب تيكس مسموح بيها لانك لو اكلت انا مش باكل على طول لكن عندي بيشب اف سيفن بهرب القطعة بتاعتي بعد نرجع البيدأ فهنا بيشب جي سيكس لعبت وعشان الاسود معه بيادئ زيادة ونفسه يدخل نهايات اه لعب روك تيكس اي سيكس بفكرة انك متقدرش تاكل وزيري فيه باك رانك بيشب دي ثريب كيش استخبه وبعدين الروح حامت الفيل اه برضو خد بالك ان الاكلة هنا مش هتساعد اطلاقا يعني تيكس ياكل والان الكش دي مزعجة جدا لو غطيت عندي بيشب تيكس المهم روك دي وان مشي والشكل يبدو كأنه صفار اه متات سحب الفيل بصراحة معرفش ليه ما بيفتحش نفس الان يمدي دايما نفتح يابني نفس افتح نفس معه روك اي فايف الوقتي اخيرا نلاعب النفس بيشب اي سيكس روك دي فور روك اي وان ربطه كوين سي ثري كوين بيشب باك كوين دي تو كوين اي فايف ربطه وكمان ام داخل عليه وقال له تعالى لي معلم هذه القطعة وهنا النقلة الوحيدة التي تتعادل هي كينج ايج تو طب لو اكل القطعة روك تيكس تيكس ومش هتعرف ابدا تهرب من الكشات كينج اف سيفن او جي سيفن مثلا كينج دي سيفن كينج يطلع يدي له كيش كينج يمشي يدي له كيش كينج يدي له كيش كينج معرفش فان يدي له ايش هيعرف يهرب من الكشات ابدا رغم انه معاه قطعة كاملة زيادة لكن ده ما حصلش كروانا احنا في النقلة لقم 34 معه 10 دقايق مضغوط في الوقت لعب النقلة المنطقية كوين دي ثري حاميا هذا الفيل ولكن هذا سمح بكوين تعال انكسر فكرة التكسير ان انا حاكل حتاكل وههرب والعب بشي بتيكس فكروانا قرر ان يضحي هنا الانجين بيقول كل عادي مش عادي يعني تعادل لا عادي يعني بتخسر بس خسره اقل شوية بدلت فوق 9 تفوق 3 ونص وبعد ما يأكل إلعب G4 أي فور كمان البادئ دي خطيرة جدا يعني حتى فكرة كينج جي سيفن موجودة تاني نقلة وتفوق 3 بس اي 5 تفوق 5 انت عايز الوقتي دي فدي ملعوبة والان روك بي سيكس نقلة جامدة لان روك بي سيكس تقريبا عايزة روك هنا وتدفع البيداء قبل ما صاحبنا يجي يعني روك بي سيكس طب لو عمل كده روك اي سيكس وحتى لو داشمل المسائل فالبادئ الزيادة تضمن فوز للاسود بيشيب اي 2 اي 4 بيشيب دي 1 اي 3 بيشيب بي 3 والان اي 5 وهيدفع دي ببلاش لو اكلت يدفع ايه ايه اجد عنده لا حول ولا قوة الا بالله المهم فاتلعب هذا الشكل وجات له فكرة ان هو يدي تعادلات لكن للأسف ما بتنفعش الملك بيجي هنا سريعا سريعا وهيددارة واخد بالك ومعتش يبقى فيك الشات ويفوز مامد يارف بالاسود اه يعني يزعزع شوية صدارة كروانا اعتقد كروانا بعد الجولة الخامسة مازال متصدر لكن اقترب الناس منه شوية حصارة قوية المهم في اليوم رقم ستة او في الجولة الستة نتيجة وحيدة تنتهي اه بفوز احد الطرفين من الكلاسيك والباقي كله تعادل ولعبه ارماجدون او هرماجدون عبدالستاروف يلاعب فابيانو كروانا لو انت معايا لحد الوقت بشكرك من قلبي بفكرك تعمل لايك وتشترك في القناة والمباراة دي سيفوشي بص مباراة عنيفة مباراة فيها التعب والارهاق بتاع الشطرنج والافكار الصعبة مباراة مش سهلة بيدق مالك بيدق مالك نايت نايت والان بيشب بي فايف الريو لبيز نايت اف سيكس هات البيدق جرت العادة ان يبيته بس اطلع كمان ان التاني نقلة دي ثري وهي دي اللي تم استخدامها المراضي من دلوقتي انا بحمي البيدق الوسطي انا مش بقولك انا حبيت وكل او متاكلش خش في الاوبن ريو لبيز او متخشش من دلوقتي بحمي ومن دلوقتي عايز بيشب تيكس تيكس نايت تيكس بيشب سي فايف ملعوبة كترياق لحماية البيدق ده بشكل تكتيكي لو اكلت اكلت نايت تيكس كوين دي فور قوية هات وهات يا سلام ايوا ولذلك اكل اكل وقبل ان ينتش البيدق بيت دلوقتي نتشة البيدق موجودة ولذلك بشب دي سيكس لعبت لحماية البيدق نايت بي دي عايز نايت بي ثري نايت اي فايف يضغط على البيدق دي وده اللي هيحصل في المباراة نايت بي ثري فمنعوا من الفكرة تماما جرت العادة ان يلعب اي فايف لكنه منعوا من هذه الفكرة نايت جي فايف هات لامتياز الفلين انا راجل تقييمي تقريبا الرسمي الفين الف تسعمية وسبعين ازعم ان انا اعلى من كده قليلا يعني ممكن اوصل الفين مية الفين مية وخمسين بان انا لو لعبت كتير ولا حاجة اسمح لي اقولك ان عبدالستاروف الالفين سبعمية ده اه ما عجبنيش لعب المطشدة رغم ان انا من عشاق الستايل بتاعه بس حسيت ان هو النهاردة مش مركز او بيجيب خطط ويرجع يندم عليها ما عرفش غلطة وان ادمنع ما عرفش تعالوا نشوف بيجيب جي فور اوكي اخو بالك الابيض دلوقتي يسعى جاهدا لناتش احد الفين امتياز الفين عاملن له خرم في دماغه عايز ياخد فيلم الاتنين ماشي مفيش فيلة طب كان الاحسن اي من نايت جي فور بيجيب جي فايف سي ثري عاوز دي فور دي فور على طول كمان ملعوبة يفتح الوسط والملك لسه في الوسط روك اي وان ملعق كوين اي تو مات يا ابن امتياز الفين ما فيش الكلام ماشي مات الوزير اف ثري بيجيب ايج فايف والان يا رباه يا رباه الوطر ده اصلا هيتعبني جدا يا عم هيدينك مالحوصان واقف لا يعم الوطر يا عم حاسبي الله لا 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 تنجي هنا ليست الادق يقول الانجين ادي له واحدة جي فور وبعد ما يمشي ادي له واحدة دي فور لا يمكن لمس هذا البيدق اذا لمس هذا البيدق اي فايف قطعة بس زي ما بيأكل بربطه ما بيحميه اه اه اعرفش ايه هتاخد القطعة هتاخد القطعة تنجي مدينة تبييت وعليها اكل بس فيه تعويض يعني لان فيه بيادق كتير وقعت لكن هذا لم يحدث من وبينك برضو جي فور والحاجات دي صعبة مهياش سهلة بس كينج ايتش ايت كينج ايتش وان نقلة باسيف ايضا ايه المانع اننا العب هنا كده يعني اطلع الفيل على الاي ثري يعني لما بلعبها الانجين ما بيقولش عليها اي حاجة خالص ما بيش مانع انما دي لقى الانجين متدايق منها يعني بص عبارة تقييم بيشب على الوطر كينج متدايق اخدت بالك طيب 9d7 ايضا احد افكار كينج ايتش اي دي يمكن ان اعيز اللعب الاف فالمفروض يحضر للاف بكينج مثلا بكوين مثلا اي وان ويحاول يلعب للاف 9d7 9h3 ليه ما تضرب الوسط بقى بدي مش عاجبك دي يلعب كوين اي وان موجودة برضو على الانجين انما 9h3 بتحضر لدي يعني طيب ماشي F6 الرجل سيطر على المربع بشكل قوي جدا يعني حتى لو ضربت الوسط فانا مصمر الوسط كويس بيشب اي ثري كانت موجودة عندك قبل كده شمعنا دلوقتي يعني حتى ما يشمر الرشحة الانجين مدي نايت دي تو بس نايت دي تو ما انت هتقفل على الفيل هيعدي الفيل اولا اوكي وين اي سابن شكله هيبايت طويل نايت دي تو لوعبت الان انا رايح للفيل التاني يا عم اخد الفيل التاني لخ ربيت الفيل اللي محياراك ماشي نايت سي فايف نايت سي فور نايت اي سيكس رايح هنا ورايح هنا نايت جي وان بالزمة ده كلام ايه ده ايه نايت نايت ايه افي ايه وفي ايه بجد وفي ده الفور اللي نفسك تلعبها بقى لك سانا ملعبتهاش جي فايف خلاص انك اسمه ايه بقى كاروانا قرر ان يهجم على هذا الجناح يعني هيسحب الفيل ويدفع البيادة بدام انت اديتني الهوك اللي ممكن افتح به فايلات وممكن ابيض طويل او ممكن لا عادي نايت اي تو بشب اف سيبن بيفتح طريق الاتش فايف كوين اي وان دلوقتي ماشي ايج فايف والان اخد امتياز الفيلين وقامت دي له واحدة ايه فورة انا شفتك انت هتبيت فقال له لا مش هبيت ولا حاجة بيت ايه بتاعي طب والله هدفتح عليك مفيش الكلام ده مش هفتح طب والله العظيم لا بس بقى يا عام اسكوب بقى اسكوب بقى ده انا كاروانا جدا على فكرة يعني انا الكاروانا بقى لي فترة وممكن اعمل كده واصلا مش مبيت ليمين ولا شمال وهجبلك حاجات هجننك وده اللي حصل فعلا اتش 3 مهمة لانها بتمنع دفعات البياد اقبقى وعمل اضعفاته بتاع اتش 3 نقلك كويسة لكنه فشل في ان يفتح اي جناح اخر A6 D4 دلوقتي جاي تفتح الوسط ماشي ولا هيعبرك قال له C5 حدد موقفك يتدفع البيداء تقفل الوسط تماما وبالتالي هجوم الجناح بتاعي يكمل يتاكل بيداء في بيداء اكل بيداء في بيداء والشكل خلاص بقى ثابت هتيجى على الفايل المفتوخ هعمل كده في كده واتداريت واستخبيت المهم secret لعبت توطر عايز سيب التوتر في الوسط كينج F8 روك دي 1 كينج G7 كينج F2 والرخ جات تحمي البيداء ده بزيادة كمان يمكن بيحضر البيداء في بيداء في بيداء وينزل سبعة او هنا اتنين عشان ده الابيض لعب عليها روك دي 2 ما تنزلش اتنين لو سمحت كينج C7 بص يعني الوطر ده على وشكي ان يفتح فكل واحد بايه بيعد العدة كمان اتزحلق عشان يطلب البيداء هنا برضو في تخبط اخر في الخطة ايه هو التخبط ان انت متحمي البيداء بقى يعني وخلاص دي اول نقلة على الانجن فوق واحد الابيض لكنه حما بهذا الشكل بص خد فيها قد ايه ولا حاجة خد فيها عشر ثواني صاحبنا جاب الرخ التانية منطقي ام اخد تمن دقائق ولعب البي فور في الاخر ما كان من الاول اذا كان لازمته اذا حلقت الرخ دي يعني اوكي بيداء في بيداء والان كوين اي سافن جاب الرخ اخيرا شفت الفسحة رايح جاي مالهاش لازمة ازاي عشان انا عارف ان كنت تقول اصلا انت بتعلق على عبد بطل لا يا حبيبي لفوق راسي ولو مسكني هيعجلني يا معروف خلاص عارفين والله بس في نفس الوقت الواحد يقول رأيه في حاجات معينة ان مرة دي لا في حاجة غلط مش ده عبدو السات Melanie بástه يعرف Eles اللي انا بعرفه دايماً واضح وصريح في نقلاته ح تS ببعض شوية نوع من الاهتزاز المهم رمية كوين ايzus بتدا من انان يلعب d5 مثلاً اآ لعب كوين ايzus اوكي برضه بصراحة معرفش انه قادرة دي عايزة ايه يعزا ان اخترت za اه يمكن عايزة يحمي البيادك دي مثلاً بعد ما ياكل بيداء في بيداء بيدأ في بيدأ ما يبقاش في ضغط هنا أوكي لكنه روك سيفور لعبة الآن بيدأ في بيدأ في بيدأ والآن روك دي سيكس قفل السكة على الوزير انه هو يضغط وحمى البيدأ روك دي ايت على انكسر جدير بالذكر ان الاكل هنا مش حلو عشان كوين تيكس فكسر روخين ولعب جي ثري عاوز يفتح الجناح اكل اكل بيشب وكوين دي تو لعبة هات الحصان نايت اف سيفن بيشب سي فايف هات الوزير الوزير رجع وقف في فيديو فكر تلعب ايه لو كنت عبدالستاروف اه دي نقلة انا لو اعدت للسنة الجاية ممكن معرفش اجبها مستحيلة يعني نقلة صعبة جدا من عبدالستاروف وتاني افضل نقلة على الانجن بصراحة نقلة صعبة النقلة هي ايش فور اه هو بيدق ضعيف وبيدق مطلوب بس ده ممكن يتاكل ده بيدق ببلاش ايه لي خلينا اعمل حاجة زي كده ان انا هرجع نايت اف في نايت والرخ دي هتتحبس طب ما كنت ارعبها على طول ما ارجع كده وابقاجي النقلة الجاية روخ ومعايا البيدق بتاع ياكل ما ياكل يا عم وخلاص وانا لعب نايت هنا والشكل صفاره لا عنده نقلة قوية وخبيثة الاسود كوين ايتش ايت هايز ياكل بكيش البيدق مضروب باتنين ما احمي بولا حاجة لو انت حاولت تحمي البيدق بحاجة زي كوين فالرخ بتتحرر اه اسف يعني بلاش هنا اخليها في الاخر عشان ما ياكلش عليها بتمبو فالرخ بعد بيش بتيكسي مثلا النايت هنا ملهاش معنى رخ تحررت واخد بالساعدتك روكسي تري ما كانتش بتتلعب عشان الوزير واقف ايتش فور نقلة جامدة ربطوا دلوقتي ايتش فاين بقى بيدق سالك مدعوم بالحصان نقل نقل ابطال عالي نقل قوي جدا كوين ايتش سافن كينج جي تو كوين ايتش سيكس كينج افتو جي فايف عاوز كروانا عاوز يكسر قالوا لا انا مش عايز اكسر حاس ان مالكك ضعيف وممكن اضغط عليه قاضر في بيدق عد البيادة اتنين اربعة خمسة دا الابيض مع بيدق كمان زيادة لكن الشكل صفار كوين سي ايتش سيطرة على الفايل عاوز اربطك بيشيب سي فايف افل الوطر ممنوع تربطني والان يسترد الاسود البيدق بتاعه ببيشيب تيكس جي فور روك اف وان ليه معرفش الانجين مدي روك سي وان كسر الرخ الجامدة روك اف وان طلبه روك جي وان عاوز يكشف مشي من وشه كوين جي فور بعد اتش سيكس يعني اتش سيكس اللي عبت الان والاتش سيكس دي اه يمكن ملعوبة علشان ما تاكلش هنا لو كالت هنا يمكن نايت اتش فايف وضغطه افتاعه لكن كان عندك نايت جي فور تقفل على البيدق والحسن ده في منتهى القوة ضغط على البادئ اللي في النص تفوق اتنين الاسود تفوق اتنين الاسود ايضا والتي لعبت في المباراة هي كوين جي فور طب ليه تم اختيار كوين جي فور مش نايت جي فايف الاول يمكن لان لو دي تلعبت على طول تسمح بان الوزير يجي على الدي سيكس يضغط دلوقتي دي مش موجودة على فكرة علشان فيه كشات وفيه بلاوي لكن لما تلعب دي الاول فكده ولا كده ده موجودة معايا وكوين دي سيكس مش موجودة وكوين دي سيفن مش موجودة وكوين دي ايت مش موجودة فدي بقى الدقة البشرية بتاعت البناء ادمين نايت اف فايف وساب البيضاء طب كان الاحسن ايه من انه يسيب البيضاء انه يلعب بشيب هنا وبعدين كوين ايتش فور روك سي وان بشيب اي سيكس بحيث تاكل اكل لسود مع تفوق افضل نتيجة انه بيسقط البيضاء ده بعد شوية لكن نايت اف فايف لعبت في ضغط الوقت ليه لان احنا تبدأت كل واحد مع ثلاث دقايق يا جماعة وبيتديد عشر ثواني مع كل نقلة بس يعني كأنه مطش بلدز نايت اف فايف بس مطش البلدز ده هتشوفه هيحصل في ايه طبعا صاحبنا ساب البيضاء علشان يبقى عنده حصان قوي ويدخل بالرخ الرخ رجعت نايت اي ثري هات الرخ الرخ شكلها تحبست لكن في نقلة مناجية ولو هي نايت تيكس الرخ متعلقة اكل اكل طيب كان افضل من ان يأكل يأكل ان يلعب روك جي ايت يسحب الرخ بتاعته وهذا الرخ بتاعتك المحبوسة تلعب عليها الكيش تدي فرق وبعدين تاكل ونخش في شوية كاشات تنتهي الى ان الاسود هيدخل نهايات بالعافية ومعه بيادئ زيادة تفوق ثلاثة المهم اللي تلعب ان انا اكلت وصاحبنا اكل والان كيش اكل اكل اللي هاي بدل تفوق كده نقل كمبيوتري بحت بقى يعني اصلا مش عايز اجيبه صراحة بس يعني عشان تبقى الانجي بوجه ما تاكلش يعني هو اخيب منك ادك الكيش ما تاكلش طب ما ياكلني كده يا عم قالك في هذه اللحظة تدي الكيش تمنع المتات وبعد ما يتحرك تاكل القطعة وترقل البيضة وحمي المتات وكل حاجة متسيطر عليها معك بادئ زيادة ماشي لو كوين تيكس عندك كيش هنا جامدة وتفوق اربعة كينج اف وان بشب اف ثري عاوز تدي متات ماشي والوزير اللي واقف حامل مات دي وحامل بدأ ده عشان ما تقدرش تاكل فتحمل مات المهم نقل صعب نقل كمبيوتري بحت والرجل منطقي اكل سمح بان تكسيرة تحصل والوقتي نايت اثريت لعبت خد بالك تروانة معا دقيقة ستة واربعين ثانية عبدوستاروف معا نص دقيقة نقلة دي بلندر نقلة واحدة بس بتفوز معرفش جابها ازاي محدش يسألني النقلة هي جبتها اسمه ايه اجاد ماتر نسمي النقلة دي النقلة المعجزة بشب F5 هتقعد فترة عشان تفهم جابها في قد ايه؟ 15 ثانية بشب F5 الوحيدة التي تفوز طعا نشوف لو اكل الفيل هتاكل والبادئ دي كفيلة ان تجعلك تفوز بالمباراة ماشي لو اخد البيداء عايز الفيل قالك الكيش دي قاتلة لو ماشي في ابيض كيش وخدت وزيرك لو ماشي في ابيض كيش وخدت وزيرك لو ماشي في سود هنا او هنا باكل الحسن بكيش تفوق 65 للسود بشب F5 نقلة مزعجة جدير بالذكر ان الفيلده لو اتسحب في اي حتة هنا مثلا فالرجل بيأكل عادي ما عادش في بقى كيش وكش فعل النقلة المعجزة بشب F5 ضغط على الفيلده سحب الفيلده وبجل اتحرك وبدأ يدفع البيادئ خلاص الموضوع انتهى وبدأ يدفع البيادئ يا صديقي ويفاز مدفع 11 الانجين ميدي طبعا لو اكلت ميدي اي فورده بس انا شايف كمان انك لو اديت الكيش دي هتكسب الحصان على الاقل مدفع 17 ويفوز فروانا بالنقلة المعجزة اتمنى اكونوا بسطوا واستمتعتوا بهذه الحلقة الطويلة واتمنى في تكره احطلك دلوقتي ترتيب اللاعبين بعد الجولة الستة اشوفك ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة